تتزايد احتمالات أن لا يتمكن المفاوضون في فيينا من التوصل لاتفاق حول برنامج إيران نووي قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في إيران الشهر المقبل غير أن تمديد المحادثات قد يحقق مكاسب سياسية في الداخل للمرشد علي خامني وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين ومطلعين على كواليس السلطة قولهم إن خامني صاحب الكلمة الأخيرة في الملف النووي الإيراني يود أن تضع المفاوضات بين طهرانا والقوى العالمية في فيينا نهاية لعزلة إيران الاقتصادية في توقيت مواتن وعلى الرغم من أنه لن يكون للانتخابات أثر يذكر على سياسات إيران الخارجية أو سياساتها النووية التي يتمتع فيها خامني بالكلمة الأخيرة تقول رويترز إن انتهاء عزلة إيران الاقتصادية خلال وجود رئيس محافظ في السلطة قد يعزز سلطة خامني في الداخل كذلك تخشى السلطات الإيرانية أن تتفجر من جديد الاحتجاجات التي عمت مؤخرا الطبقات الوسطى والمنخفضة الدخل في البلاد كما يزداد الاستياء الشعبي في إيران بسبب تزايد التضييق على الأصوات المعارضة والقيود المفروضة على الحريات السياسية والحياة الاجتماعية وقد دعا ناشطنا إلى مقاطعة الانتخابات واستخدم الإيرانيون واسم لالجمهورية الإسلامية على نطاق واسع على تويتر داخل البلاد وخارجها في الأسابيع الأخيرة من جهة أخرى أوردت وكالة فارس التي تعد قريبة من المحافظين المتشددين أن مجلس صيانة الدستور الإيراني لم يصادق على ترشيح الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لارجاني وهو المستشار الحالي للمرشد الأعلى خامنئي والرئيس السابق محمود أحمد نجاد والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي إصحاق جهنغيري رفض ترشح هذه الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية اعتبره محللون بداية لصراع بين التيارات بدأ منذ سنوات قد تكون له تداعيات كبيرة في المرحلة القادمة على الانتخابات ومفاوضات الملف النووي